يعاني العراق من تقلبات في المناخ جعلته رهين الفيضانات وسيول الامطار تارة ورمال الصحاري تارة اخرى كما ان الشح الشديد في المياه وتحدياته الخطيرة اثر بشكل كبير على حياة العراقيين وخاصة النازحين في المخيمات المجلس الدنماركي للاجئين صلت الضوء على ازمة العراق المائية قائلا ان مستويات المياه في نهري دجلة والفراد الذين يبدآن في تركيا ويمران عبر سوريا قبل ان يصلا الى العراق انخفضت بشكل كبير في السنوات الاخيرة وصدرت نتيجة ذلك تحذيرات خطيرة بشأن تأثير تغير المناخ بما في ذلك من قبل وزارة الموارد المائية التي توقعت انه ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة فان النهرين الرئيسين في العراق سوف يجفان بحلول عام 2014 الاف الاسر لا تزال نازحة في العراق بحسب المجلس الدنماركي للاجئين الذي اكد انها تقيم في مخيمات ومواقع غير رسمية ويتم تهميشها جسدية واجتماعيا من قبل السلطات الحكومية ويجبر النازحون على العيش في هذه الاماكن في ظل نقص كبير بالخدمات الاساسية مثل المياه والصرف الصحي وادارة النفايات لعدم قدرتهم على العودة الى مناطقهم بسبب مخاوف لا تحصى تتعلق بالامن والسلامة لم يتم حلها حتى اليوم ولم تعود اسباب النزوح مقتصرة على العمليات العسكرية والتهديدات الامنية فقد بات الجفاف سببا اساسيا للنزوح فاكثر من 11 الف عائلة نزحت في المحافظات الوسطى والجنوبية خلال السنوات الاخيرة بسبب الجفاف وتدهور الاراضي وارتفاع تراكيز الملوحة في عديد من الانهار والروافد المهمة وقد شكل هذا خطرا كبيرا يحيق بالثروة الحيوانية والزراعة والصيد وحياة الفلاحين بشكل عام وقد سجلت المنظمة الدولية للهجرة خلال عام 2022 وحدة ما يقرب من 20 الف شخص نازح بسبب ندرة المياه في عشر محافظات فقط من اصل 18 محافظة عراقية وارتفاع الملوحة وسوء نوعية المياه في جميع انحاء العراق